فجأة وجد الآلاف من اليمنيين أنفسهم عالقين في العراء حدث ذلك ويحدث منذ أربعة أيام على الأقل في المنافذ البرية التي يسيطر عليها الحوثيون في مناطق متفرقة من البلاد الحجة الظاهرة تأخذ شكل احتياطات صحية لمنع تفشي كوفيد-19 المعروف باسم وباء كورونا لكن إجراءات الميليشيا تبدو اليوم حرباً على الإنسان وإضافة للمزيد من التعقيدات على حركة انتقال اليمنيين بين مناطق سيطرة الشرعية وتلك التي يسيطر عليها الحوثيون إلى جانب أنها تأتي على ما بقي لهم من مدخرات من ناتج غربتهم الطويلة خارج الوطن والتي تتم بذرعة الحجر الصحية الاحتياطي لتوقف فيروس كورونا في منطقة الملاجم بالبيضاء يتجمع كل هؤلاء هنا بانتظار فرج قريب من احتجاز وضع الألاف منهم أمام واقع صعب للغاية حيث تنعد متماماً وسائل الحياة الطبيعية وأكثرها أهمية دورات المياه وأماكن بيع الأغذية والملاذات الإنسانية للمسنين والمرضى العالقين في هذا الحاجز الطارئ الذي أنشأه الحوثيون في محافظة البيضاء ضاق الحال بهؤلاء الناس الذين ترتفع صيحاتهم بحثاً عن حل ينتشلهم من هذا الوضع الصعب واللافت في كل ما يجري أن هؤلاء لم يعودوا قلقين من تفشي الوباء قادر انزعاجهم من الوضع الذي يعيشونه والذي بات بنظرهم وصفة كاملة لتفشي الوباء وسط هذا الاحتشاد الألفي للعالقين المشرفون المعينون من قبل ميليشيا الحوثي في هذا الحاجز يجادلون هؤلاء العالقين بشأن دوافع توقيفهم وينفون أن يكون هذا التوقيف وسيلة للحصول على مكاسب مالية لكن لا شيء وأكد مصداقية إجراء كهذا في الوقت الذي يفتقد إلى الحد الأدنى من الالتزامات التي يفترض أن توفرها سلطة الأمر الواقع لحماية هؤلاء الناس وفي القبيطة التابعة لمحافظة لحج وعلى مشارف تعز يبدو هذا الطابور الكبير من السيارات والشاحنات شاهداً آخر على معاناة تولدت من إجراءات تفتقد إلى المسؤولية ففي ظاهرها تبدو حرصاً على سلامة الناس لكنها لا تعد كونها دفعاً مقصوداً لذاته بهؤلاء إلى أوضاع سيئة من بينها أن كورونا لن يجد أفضل بيئة من هذا للانتشار والفتك بهم يغيب في هذه المشاهد المثيرة للقلق دور المنظمات الدولية التي يفترض أنها تساعد بلداً بلا سلطة كفأة ومسؤولة لكي تقدم المساعدة المطلوبة في هذا الظرف الصعب أو على الأقل تشرف على إجراءات حجر صحي تتفادى النتائج الكارثية لهذه الظواهر التي أنتجتها الممارسات العنجاهية للحوتيين في مناطق سيطرتهم